ترأس اليوم رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون اجتماعاً لمجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة على عدد من المشاريع الهامة الاجتماع تنول مشروعي قانونين حول ممارسة الحق النقبي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض يخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكناء المركبات الجديدة بالإضافة إلى عرض حول مشروع المستشفى الجزائر القطر الألماني كما تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة كما نقش الاجتماع برنامج الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة التحرير الوطنية تفاصيل أوفى حول الاجتماع تتابع لها في نشراتنا اللاحقة